كانت وزيرة صحة وسكانها لزايد قد أعربت عن رغبتها في دعم منظمة الصحة العالمية لمصر في الحصول على اعتماد لقاح ساينوفاك الجاري انتاجه من خلال مصنع شركة فاكسيرا المصرية جاءت تصريحات وزيرة الصحة خلال لقائها مدير عام منظمة الصحة العالمية تدراس أدانوم بمقر المنظمة بجناف وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن اللقاء تناول أيضا اعتماد مصنع فاكسيرا كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووضع الملف المصري الخاص بالإشهاد الدولي بخلو مصر من فيروس